أنا مش عارف أبدأ منين ولا منين في اللي بيحصل يعني الحقيقة لكن خليني أو في اللحاصة لإمبارح من إمبارح للنهاردة شيء لا يمكن السكوت عنه في ملف التحكيم خلينا أبدأ من الآخر النهاردة اتحاد كرة القدم أعلن استقالة الإنجليزي مارك كلاتنبرج من منصبه أنا الحقيقة النهاردة كنت بفكر أن أجيب لحضراتكم الحلقات اللي أنا كنت بتكلم اللي هي الأسبوع اللي فات على الأقل كنت بتكلم فيها على هذا الأمر قلت لحضراتكم قبل كده أن هناك محاولات لتطفيش كلاتنبرج وفي محاولات لإفشال التجربة لصالح ناس بعينها إمبارح تحديدا قلت أن في محاولة للإطاحة بكلاتنبرج وتعيين اسم تاني مش أوروبي وبترشيح أنا عارف أنا بقول لحضراتكم إيه وبترشيح من الكابتن عصام عبد الفتاح والاسم ده هو إيدي مايه الحكم المشهور جدا من جزيرة سيشل اللي تمت إقالته من لجنة الحكام في الكاف السنة اللي فاتت تمت إقالته ليه؟ بسبب سوء مستوى التحكيم الإفريقي وأزمات التحكيم خصوصا في تصفيات كاس العالم وأمم أفريقيا يعني ده إيدي مايه؟ اللي تمت إقالته من الاتحاد الأفريقي كان هناك تفكير أو معرفش حتى لغاية قبل ما خش لحضراتكم الاسم ده بيترمي جامد جدا من اتحاد كرة القدم لأنه كابتن عصام اللي اختاره كابتن عصام الخبير التحكيم الكبير بتاعنا كابتن عصام عبد الفتاح يعني طيب مجرد التفكير في الاختيار ده يخليك تشك في كل حاجة في كل حاجة حواليك في موضوع التحكيم وملف التحكيم لو تفتكروا حضراتكم من خلال هذا البرنامج احنا دائما نقولنا إيه؟ بندعم تجربة الخبير الأجنبي أي مكان اسمه كلاتنبرج أي مكان اسمه أو غيره لكن أجنبي يعني من أوروبا مش من جزيرة سيشي يا جماعة احنا بنقول خبير أجنبي خبير أجنبي يعني حد له اسم كبير في عالم الرياضة في مصر أو في أوروبا وفي العالم كله أو في التحكيم في العالم كله وعلى كفاءة كبيرة ويكون أحسن من كلاتنبرج نفسه ولكن خلينا أقول لحضراتكم أن خط التطفيش كلاتنبرج نجحت كواليس اللي حقولها لكم دلوقتي هنا في البيت الكبير ده بناء على تواصل مباشر من أحد مصادرنا مع كل أطراف المنظومة مش طرف واحد كل أطراف المنظومة تحت كرة القدم النهاردة أصدر بيان طويل عريض كده لرد على كلاتنبرج في بعض التفاصيل اللي سربها لوسائل الإعلام أولها وأهمها أن في تعديلات تمت على اختياراته لحكام الجولة اللي هي كانت بتتلعب النهاردة وأن التغيير ده دم تم بدون علمه على الرغم من أنه هو باعت إيميل بتعيينات الجولة كاملة يعني إيه بصوا بصوا يعني عايز أقول لحضراتكم حاجة أولا لا يمكن لا يمكن يعني الراجل ده لو عايز يثبت الكلام اللي هو بيقوله ده هيعمل إيه هيبعث الإيميل هو هو واخد منه سكرين شوتس بالفعل يعني والرسائل هو محتفظ بيها وهو هيطلحها في الوقت المناسب يعني لأنه منتظر اللي هيحصل بكرة وحقول لكم دلوقتي في بقية الكلام ولكن فبيحصل الإيميل ده بيبقى مكتوف فيه المعاد وكل حاجة واليوم والمعاد ووصل الساعة كان والسيسيل اللي هو الناس كلها اللي موجودة بي أوتو الناس كلها اللي موجودة فيه فما فيهوش كذب ما فيهوش حق يعني بحدش يقدر يتكلم فيه اتحاد كرة القدم طلع النهاردة قال إحنا يعني ما عدناش وكله بعلم كلاتنبرج وهو اللي بيختار لأ كلاتنبرج نفسه قال لمصدرنا أنه لأ حصل تعديل وقال لنا على المباراة كمان بس أنا مش هتكلم على المباراة دلوقتي وبأسماء الحكام مش عايز أقول لكم أنه هو بعث لكن كله في وقته النقطة التانية اللي تكلم فيها كلاتنبرج واشتكى اشتكى من تطاول أحد القنوات الفضائية عليه واتهامه باتهامات مشينة تسببت فيه أزمات عائلية بالنسبة له وهو زي ما بيقول كده هو اللي قال لهذا اللفظ يعني بوزت سمعتي يعني طبعا على قناة النادي الأهلي مش هينفع ومعتقدش أن على أي قناة من الممكن أن يكون هذا كلام يؤال أو يتم تداول مثل هذا الكلام ولكن قال لهم هتولي حق الرجل اتحاد الكرة بقى في البيان النهاردة بيقول إيه دي انتقادات إعلام وانت ماشي في مصر انت والمداربين الأجانب بكل حرية وأمان هو الرجل كان بيقولكو هتولي بوديجارد ايه يا جماعة الكلام ده الرجل بيقولكو أنا اتشتمت وتشتمت بكلام يعاقب يعاقب عليه قانونا وعايز حقي وانتو اتحاد كرة القدم اللي المفروض عندكو لجنة الانضباط فاتحاد كرة كلاتنبرج بيقول حاجة واتحاد كرة القدم بيرد في حتة تانية خالص بيقوله حاضر انت ماشي في أمان في مصر طبعا ماشي في أمان في مصر طبعا هو قصد ايه باللي هو بيقوله اتحاد كرة القدم أنا معرفش مين اللي كتب البيان ده يعني انا توقع يكون مين معروف مين لكن اللي كتبه يعني بصراحة كتب كلام غريب جدا يعني الرجل بيقولك احميني من اللي بيحصل من الشتيمة والتجاوز وكذا وفي حق عرضي وفي سمعتي وفي أخلاقي وفي عيلتي وكذا تقوله انت ماشي في مصر بأمان مطبعا ماشي في مصر بأمان يا عامل ما فيش ميحن حاجات غريبة جدا طيب الموضوع الثالث في خلافات مالية بين اتحاد كرة القدم وكلاتنبرج بسبب شهر الأجازة اللي بدون مرتب وانه واخد شهرين مقدم وقت التعاقد يتخصموا منه يعني على مدار الشهور ولو عايز يمشي يبقى مديول لاتحاد كرة القدم ده خلاف مالي وبالمناسبة هذه هي نقطة الخلاف الأساسية دلوقتي لو افتكروا كيروش افتكروا كيروش وده يخليني أصدق الكرام اللي بيتقال النقطة الرابعة والأهم كلاتنبرج هيمشي؟ تمام يمشي عايزينه يمشي؟ او مش عايزينه يمشي؟ انتو مشيتو؟ اوكي؟ طيب الخبير الأجنابي اللي حيجي مكان كلاتنبرج هو مين؟ محدش يقول لي كابتن عصام عبد الفتاح محدش يقول لي فلان الفلاني محدش يقول لي علان العلاني محدش يقول لي احنا هنكمل كده لغاية لما نشوف الدنيا ماشي ازاي؟ لا يا كابت بعد اذنك يا استاذ جمال احنا عايزين نكمل التجربة بكلاتنبرج بأي اسم آخر أجنبي أو أوروبي ويكون له اسمه وتاريخه يستطيع حكام مصر أن يستفيدوا منه لو سمحت ترجمة نانسي قنقر